حيان الدولة المصرية بتشتغل بالتوازي في كل القطاعات فبدون شك أن مصر قدرت أنها تعمل قفازات كبيرة في مشروعات الإسكان والطرق واللي طول ما احنا ماشيين بنشوف ده بعنينا وقدامنا على أرض الواقع ويعني بنشوف كل يوم مدى الإنجازات اللي بتتم في هذه المشاريع ومدى الإنجازات اللي تحققت في هذا القطاع كل الخبراء كانوا بيقولوا أنه ده حلم مستحيل وأنه يعني صعب بكل ده يتحقق في هذه المدة الزمنية الصغيرة لكن في الجمهورية الجديدة ما فيش حاجة مستحيلة عن المصريين قامت الدولة المصرية بتنفيذ عدد كبير من المشروعات السكنية والطرق في فترة زمنية قياسية حيث كان الخبراء يرون ذلك مهم شبه مستحيلة ولكن نجحت الدولة في تنفيذ وتطوير شبكة الطرق والمونوريل وخطوط المترو وخلال مشاركته في احتفالية افتتاح عددا من المشروعات القومية بمحافظة الجيزة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان ما يتم عرضه يعد انجازا على ارض الواقع يتعلق بالمشروعات في مجال المرافق والطرق وقال مدبولي احب ان اسجل هذه الكلمة للتاريخ حتى ندرك نحن المصريون ما تم تنفيذه خلال السنوات السبع الماضية لان المواطن يمكن ان يرى طريقا لكنه لا يعي حجم الجهد والانفاق المبذول لتنفيذ هذا الطريق وتابع قائلا عندما يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بانشاء شبكة جديدة من الصفر يكلف بان نضع توقعاتنا لمدة مئة سنة مقبلة موضحا ان حجم ما يتم تنفيذه اليوم سيلب الاحتياجات المستقبلية وبما يعكس حجم الجهد المبذول من الدولة المصرية موسيقى اشتركوا في القناة